تصادم مميت في النمسا السفلة يودي بحياة سوريين اثنين بعد انحراف السيارة بهم اخطاء ادارية تهدد السوريين في النمسا سوريا تحصل على الجنسية بعد معركة قانونية وخبر الاخير في المجموعة دي بيقول توقيف سوري بتهمة حرق ست سيارات في فينة واحد وعشرين برضو بدوافع صراعات عقلية وان كنا ان احنا نوهنا على الخبر ده في السبيع الماضية اللي قاموا شباب بحرق ست سيارات هنا دلوقتي الشرطة بتقول احتمال تكون دي يعني خلافات عائلية وهي بناء عليه تمت عملية حرق السيارات الى الان لم يصدر اي قرارات او اي اخبار جديدة عن الموضوع ازاي انتهى لكن موضوع اني رجعنا مرة تاني نقول سوريين 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 يعني بصراحة احنا مشان ما احد يتحسس مني انا حبيت اخذ هالمجموعة الاخبارية هاي بطريقة معينة حتى نحنا يعني نسلط الضوء على الامور اللي بعانوا فيه منا السوريين اشوف سيد الكريم اول 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 خبر اول خبر خبر فعلا يعني خبر مؤسف انه يصير بهذه الطريقة انه وحدة سورية عم تحاول تحصل على الجنسية واجهت عقبات بيروقراطية ومشاكل واخطاء من المحكمة في النمسا اعتقد هي في تيرول اعتقد السيدة في تيرول ذلك اكتشفت نعم هي في تيرول اعتقد نعم فبالتالي عانت عانت من مشاكل انها تأثبت انه هي فعليا بإنسبروك بالضبط في تيرول تأثبت الاوراق المطلوبة منها واللي هي قدمتها ولكن اكتشفت انها كانت قد تواجه خطر الترحيل بسبب خطأ اداري وقع في عام الفتو تخيل هي بتقدمها الجنسية وقول انه انت عندك في خطر ترحيل يعني يعني شوف على الاخطاء وعندها تقديمة طلبة جنسية اكتشفت ان هناك مشاكل في ملفها الاداري بما كان قد استوفت جميع الشرط مطلوبة لحصولها الجنسية ما في ذلك اقامة قانونية لمدة ست سنوات ابلغ بان طلبها قدم رفضه بسبب عدم استفاء شرط الاقامة القانونية لمدة ست سنوات يعني اقول انك انت مالك موجودة بالنمسا تخيل يعني لانه طالع عليها قرار ترحيل وكذا يعني اخطاء كارثية المهم بالنهاية السيدة نتمنى انه اذا عم تسمعنا هي تتواصل معنا لحتى فعلا ان احنا نستفيد من تجربتها القانونية اللي قامت فيها حتى حصلت فيها على الجنسية ودرت انه فعليا تتجاوز كل هالاخطاء ننتقل لخبر اخر شوفها من قمة النجاح اذا بنقول حصولها جنسية مسيوية احد انواع النجاح لخبر اخر توقيف سوري بتهمة حرق ست سيارات ست سيارات بدوافع او بدوافع صراعات عائلية كما يقال طبعا شوف يا راجل شوف الصور شيء مرعب شيء مرعب هالخلافات هاللي عما تسيروا علي طبعا السوري المتهم ما زال متهم والمتهم بريء حتى تثبت ادانته يعني احنا لا من التهم ولانشي ولكن الخبر اللي نقلته صحيفة هويته وكادته ووكادة الانباء النمساوية انا بجوز الخبر ما عدلناه صراحة لان وكادة الانباء النمساوية اكدت اعتقال السوري على انه متهم بحرق الست سيارات قيل انها صراعات عائلية خلافات بينية كذا كذا الله اعلم فيها بصراحة اكيد التحقيقات المقبلة رح تاثبت مدى صحة وعدم ذلك ننتهي للخبر الاخير المؤسف مع الاسف الشديد انه تصدم مميت في ان نمسا السفلة يؤدي لوفاة سوريين اثنين بعد ان حراف سيارتهم هما شب عربي وشب كردي من اصول هما سوريين حتى نمساوين فهمت انه مجنسين نمساوين هنا مع الاسف بحادث قليم يعني شوف الصورة كفيلة انه اتوضح حجم المأساة الموجودة بهذا المشهد وفعلا كيف هيك حصله فنقدم تعزينا لأهليهم أهليهم بين كانوا بممسا بسوريا هو اللي قدروا يخرجهم مشهد يعني هو كان على طريق على ما يبدو بعدين خرج على الطريق المقابل طريق العائد أو العكس لا هذا طريق رايح جاي رايح جاي فكيف مين اللي دخل ومين اللي كان الله أعلم اكيد يعني التحقيقات هنا في عندك شي سيدي الكريم انه في حدا خرج عند الطريق يعني خرج الطريق المعاكس وعلى يده كان فيه التفاف معين أو انزلاق الله أعلم أدى لهالحادث المأساوي الله يرحمهم ويصبر أهليهم لأنه فعلا يعني شيء مؤلم للغاية انه تناول هيك أخبار